بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء أهلا بكم في هذه الحصة من حصة طرق إيجاد السيغة المجملة طرقنا إلى عدة طرق سابقا اليوم رح نشوف الطريقة الثالثة لما يعطى لك طبيعة المركب ونسبة أحد مكوناته معناها يعطي لك طبيعة المركب يقول لك لديك ألصن نسبة الكربون فيه كذا أو لديك كحول نسبة الأكسوجين أو الكربون أحد مكوناته تكفي لأنه علاش لأنها وعطالك طبيعة المركب ورح نشوف طريقة أخرى لما ما يعطي لك طبيعة المركب ويعطي لك النسبة صح يعطي لك معلومات أخرى إذن نشوف الأمثلة الموجودة عندنا هنا الكانة نسبة الكربون فيه هي 81.81 بالمئة الحالة الثانية أو المثال الثاني فحم هيدروجيني أكسوجيني CNH2NO يتفاعل مع DNPH معناها يقدر يكون Aldehyd أو Cytron ونسبة الهيدروجين فيه هي 11.11 بالمئة أما الحالة الثالثة مركب عضوي أكسوجيني CNH2NO2 معناها يقدر يكون حمض أو يقدر يكون أسر نسبة الأكسوجين فيه هي 31.37 بالمئة وهذه الطريقة في بكالورية 2017 المطلوب من هنا جد السيغة المجملة لكل حالة من هذه الحالة أو من هذه الأمثلة لا نبدو بالحالة الأولى أو المثال الأول بما أنه A عبارة عن الكان إذن ال-A عبارة عن الكان إذن مدام هو الكان إذن هو CNH2N زائد 2 إذن وش رح يقول قانون النسب وش يقول لك؟ يقول لك أنه الكتلة المولية تع المركب تقابلها أو موجودة في 100 بالمئة وأحد مكوناته سواء الهيدرول كالفحم أو الهيدروجين يقابلوا النسبة ليعطاها لك بما أنه هنا رح أعطا لك نسبة الكربون إذن إحنا الكتلة المولية بنحطها شنا لأنه تصبح بش نوجدها صعب لأنه عندك مجهولين إذن وش رح نديرو نعوضها بـ 12N زائد 2N اللي هي 14N زائد 2 تقابل لك 100 بالمئة وهذه وش تمثلكم؟ هذه تمثلكم الكتلة المولية وهنا وش نديرو تحتها؟ نديرو اللي هو بما أنه نعطا لكم نسبة الفحم إذن نديرو هنا يا الكتلة تعمل نتاع الفحم اللي هي 12 أو الكتلة المولية تاع الفحم 12N علش درناها 12N؟ لأنها عندها علاقة بـ 1 وهذه وش تقابل لك؟ قابل لك النسبة تاع الفحم اللي هي 81.81 بالنياة وهنا ذوك الآن مكانش اللي ما يعرفش يجواب جداء الوسطين يساوي جداء طرفين إذن وش يولي عندكم؟ يولي عندكم 14N زائد 2 8 في 81.81 شحال تساوينا؟ تساوينا 1200N إذن نوصيكم تلاميذ العزة ما تتسرقش ترحوا تنشروا ألا تنشر؟ ما تنشرش رحوا تقسم 1200N على 81 إذن كي نقسمها رح نصيبها باللي هي 14.66N إذن تولي عندكم 14.66N يساوي لكم 14N زائد 2 إذن ذوك هذه كي نقلوها في هذا الجهة تولي 14.66 ناقص 14N تولي عندكم 0.66N وش تساوي لكم؟ 2 إذن نروحوا أقسم وضوك الآن 2 على 0.66N يسلزم أنه آن رح تسيبوها 2.99 أو 3.03 إذن هي بالتقريب 3 بما أنه آن يساوي ثلاثة إذن الصيغة متاع المركب هي C38 وهذه هي الصيغة متاع المركب A وهذا هو المثال رقم واحد المثال رقم اثنين أو الحالة رقم اثنين إذن دوكم نشوف الآن حل المثال 2 بنفس الطريقة بنفس العملية إذن بما أنه المركب هذا عبارة عن C L H 2 N O قولنا يتفاعل مع ال V N P H إذن قادر يكون Aldehyde وقادر Ceyton إذن ما يهمناش إذن وش رحوه ديره؟ أعطا لكم نسبة الهيدروجين أعطا لنا غير نسبة الهيدروجين إذن وش رحوه نقوله 14 N زائد 16 اللي هي تعال أكسوجين وش موجودة؟ موجود في 100% بما أنه أعطا لكم تعالهيدروجين نديرو 2 N تقابل لك النسبة اللي هي 11.11% بنفس الطريقة جداء الواسطين يساوي جداء طرفين إذن تولي عندكم 200 N وش يساوينا؟ 14 N زائد 16 في 11.11% ما قلت لكم كيف كيف لا داعي للنشر يحب ينشر ينشر لكن انتما لا داعي للنشر اقسموذك هذه وانقلوها من تولي ميتين تقسيم 11.11 ركما رح تلقوها باللي هي 18N واش تساوي لكم 14N زائد 16 انقلوذك هذه 14 في هذه الجهة اذا 18N ناقص 14N اذا تولي عندكم 4N اقسموني 16N يساوي لكم 4 ومنه السيغة هي C4A8O هذه هي السيغة المجملة صعيبة؟ رحوا للحالة الثالثة الحالة الثالثة هي حل المثال الثالث بنفس العملية بنفس الطريق هنا اعطالكم Cn A2N O2 مدام اعطالنا نسبة الاكسوجين هنا عندكم طريقتين تحب تحسب الكتلة المولية احسبها تحب تخدم كما كنا نخدمه عادي اذا نخدمه كما كنا نخدمه احسن اذا ماذا نقول هنا؟ عدنا 14N 12N و 2N 14N زائد الاكسوجين زوج معانا 16 في 2 اللي هي 32N موجودة في مئة بالمئة والاكسوجين هنا بزاف تلميذ يخطئه مدام اعطالك نسبة الاكسوجين رحوا نكتبه الكتلة المولية على الاكسوجين اخطاء اللي يقع فيه يقولك 16 16 ذرة واحدة لكن احنا عدنا زوج جزائتين اذا ماذا نقوله؟ نقوله 32N معانا 16 في 2 اللي هي 32 موجودة؟ موجودة بالنسبة اللي هي 31.37 بالمئة جداء الواسطين يسوي جد اطرافين خلاص هنا يا را عندكم تولي عندكم 14N زائد 32 في 31.37 وش يساوي لنا؟ يساوي لنا 32N بس احنا ما عندهش علاقة بان لماذا؟ لانه الاكسوجين ما عندهش علا خلاص اذا ندك ان كذلك لا داعي النشط اذا ندك نقسمه 32N على 31.37 رح نلقوها باللي هي 102 اذا 14N زائد 32 يساوي لكم 102 اذا هذه هي الكتلة المولية على هذا المركب كي نقلو 32 الطرف الثاني رح نلقوها باللي هي 70 اذا 14N يساوي لكم 70 اذا سلزم الآن كي نقسمه 70 إلى 14 رح نلقو الآن يساوي لكم خمسة ومنه السيغان تاع الأسر أو الحمض هي C5 H10 O2 ونضروها في إطار وهو المطلوب اذا ركم تلاحظوا باللي انه طرق ايجاد السيغة المجملة مشي صعبة لكن لازم تركزوا ولازم تراجعوا ولازم تحلوا اكبر قدر من التمارين مفهوم؟ ما تنسوش ابوني وانشروا الفيديو ورح يكون هناك طرق وطرق وطرق صبروا اينا فقط بالتوفيق سلام